ملك عبدالعزيز درجة على لقائن ملك عبدالعزيز كان يحضر إلى مكة قبل الحج بفترة طويلة للإطمانان على الإجراءات التي ستتم تقوم بها الجهات الحكومية لحج هذه السنة. فالملك عبدالعزيز كان يقيم استقبال قبل العيد للبعثات الرسمية. يستقبلهم ويحضرون معه غسيلة الكعبة. وبعدها في لقاء آخر يكون بعد الحج. وهو يوم العيد في منا. يوم العيد. يوم العيد أو يوم 11. وكان هناك لقاء على حسب. فاللقاءات هذه كانت لقاءات مع كبار الحجاج. سواء البعثات الرسمية وكبار الأدباء والمثقفين والمشاهير من العالم الإسلامي الذين يحضرون لهذا الحج. وما كان دافع هذا اللقاء؟ اللقاء وشيء يستمع منهم الملك عبد العزيز اللي جراءات الحج في هذه السنة يستمع أيضا كان يلتقي بالبعض اللقاء خاص. فمثلا محمد حسين هايكل في منزل الوحي في كتابه ذكر أن الملك عبد العزيز طلب أن يجلس معه لوحده وجلس معه وسأله عدة أسئلة. فكانت الملك عبد العزيز يحرص على لقاء الشخصيات والاستماع إليهم ومعرفة هل الحج والإجراءات سليمة؟ هل هناك ملاحظات؟ لأنه في النهاية الجهات الحكومية قد لا ترى كل شيء. الأفراد قد يرون أشياء لا ترىها الجهات الحكومية. لذلك هو كان حريص على أنه يستمع للآخرين من غير المسؤولين ليتعرف على السلبيات بالدرجة الأول حتى يتمتلى فيها.